السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب وبنات اخطف السنة اهلا ومرحبا بكم يا رب يا ولاد جميع ان تكونوا بخير دايما نفع حسن حيال طيب حباب قلبي احنا كنا في الفيديو اللي قابلي ده احنا طبعا بنحل المصدر في خلاص خدنا طبعا فاحنا قوي طبعا بعيد خلاص نبتلي بقى احنا الفيديو اللي قابلي دا وصلنا عند السؤال نبتلي ان شاء الله من اول الفيديو طيب صلى على النبي على افضل السلام وتعالى نشوف اول سؤال عندنا بيقول ايه مدينا هنا اولاد بقول لك ادي فيجر اهو يا مسترب يعني اول اربع ايونيزيشن بوتينشيال يعني اول اربع ايونيزيشن بوتينشيال اف الفور المنت دول يبقى كل واحد من دول واضح من الاول للرابع حلو قوي بيقول لك ايه وطي طيب هنا اتركها فين ان حضرتك تكون عارف الالومينوم عارف في ايه بالزبط يا مستر الاتوميك لنبر يا ولد يبقى عبارة عن ايه عظيم جدا طيب لو جينا يا ولد عملنا يا مستر هلنقي ان النيون بعد كده بعد كده صح ولا مصح صح طب يلا يا ولدني اعملو هتقول لي خب بالك يا مستر السري بي ده ماله في ايه في سري اه في وان الكترون صحي كده صح يلا عمله خلاص بقى ايه من طيب طيب طب يا مستر هتقول لي خب بالك في فرق ما بين ان بي سيكس ده واضح او ده برضو طبع واضح واضح فالايلونزيشن بوتينشيال للان بي سيكس ده على ما يمكن كبير ليه انت هتعمل قبل ايه بقى انت هتكسر واضح كده طيب تعال هنا ده عادي جدا يلوز وان الكترون واضح احنا انا عندي بقى ايه ده هنا ساكند يبقى انا كده فقدت البي خلاص ده الفرز وخدت الالكترون من ده ميتبقى الالكترون ده الساكند طب والسير ده هشيل ده كمان يبقى انا وصلت ايه للان ارتجاز طب يلا نبتدر الرابع يبقى بص خب بالك الاولان يا مستر التاني اعلى منه ادي التالت يا مستر كده التلاتة اه كده التلاتة بصي بقى الرابع انت عندك ايه عندي اه تو بي سيكس اللي لو اتجي التوزع واحد احكينا ده اللي التاني الالكتروز ازا انت هتعمل جاب حضرتك مين يبقى هنا اعلى ما يمكن يا مستر يبقى هنا ايه بقى بعد كده يبقى رقم عالي جدا متهمت اللعبة بص هنا الاول التاني عالي يعني هنا زيرو او هنا مثلا يعني قريب من الزيرو وهنا بص عند فده طبعا جديد كبيرة او في ده ملهم فعش طب بصي لي هنا الاول والتاني بس التالت عالي برضو لا الاول والتاني والتالت بعد كده الرابع اعلى واحد فيهم بريتينج لل موراستابل او الصبو لفيل ايوا يبقى لايجابة ايها اولاد هتبقى الجابة سي يا مستر بقولا ايه يعني انكورركت يا مستر غير صحيحة طبا تعالى مبص عليهم هنا سوديم مالو ديجين ايه اولاد بص بلس الاكترون دي معناها دين اكتبها عندك لو انت مش عارف خلاص طب هنا السوديوم لما يجيين الكترون هيتحول للسوديوم كتاين ولا مفروض يكون اناين اناين يا مستر ليه احنا عارفين اللي بيجيين ديبقى بتاعته نيجاتيف اذا هنا بتاعته يا ولاد وطالما هو نيجاتيف مش هيكون الكيميكا الرياكشن اه هو طالما هنا خلاص هي نيجاتيف سيبك من الاندو والاكزو مش هتفيدك في حاجة دلوقت خلاص يبقى هنا دي يا مستر ده مفروض يكون نيجاتيف فايزا دي صح دي غلط وهو عايز ايه عايز الانكوريك بهذه اللي هنختاره طب ما تستعجلش طب تعالى منش نشوف الباقي يلا ادى الام جي حلو حلو وهنا ابزورب انرجي اللي حصل اتحول لكتاين طيب هتقول يا مستر ده هنا لوستو الاكترون ما وبسطي فتو وتو الاكترون بالنسبة للاكوشن كاكوشن صح ولا غلط انا بقى مش بتكلم ان هو ولا ساكن ولا ثيرد خلاص عشان محدش يقف في الحتة دي واضح كده يعني ايه يعني هتقول لي يا ميستر ما هو الطبيعي ان هنا يبقى كتاين لا 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 مش بتكلم ان هي مزبوطة ولا مش مزبوطة بالنسبة الانرجي هيلوز فعلا وهي ايا كان الانبرو في الالكترون هتقول لي اه مزبوطة فدي مش هنختارها. طب هنا نفس الكلام ده سوديوم ايه يا ميستر كتاين هنا ايه اللي حصل له? هتقول لي ده هو 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 خد بالك سوديوم فائد عامل لوزنج الوان الكترون. وانت اديت له الكترون مش هتحاول لقاتهم? اه فده ده طبيعي جدا. اهو اتحاول لقاتهم. فبرضو دي ايه مزبوطة مش هنختارها? طب هنا ادي الهايدروجين. يعني ايه اللي حصل له يا ولاد? حصل له للبوند يا ميستر وهو. وتحاول لتو هايدروجين بوزنجي فدي كمان ايه? دي كمان مزبوطة فدي كمان مش هختارها واضح كده. طيب تعالوا نشوف يلا سؤالك اللي بعده. بيقول لك الفيرست والسكن ده ايونيزيشن بتنشيا لو في الجروب تو ايه. يبقى هو عايز للجروب ايه? تو ايه. يعني تو ايه مستر يعني معناها في الان اس تو. طب لما ان اس تو يبقى هو اخر فيه كام الكترون اس تو. عرفت من ايه ما هو مش هارم ايه يبقى ان اه اللي هي الاس وان. وتو ايه? يبقى الاس تو. تبقى سري ايه? هتقول لي بقى. يبقى ان بي تو بلاس ان بي وان. يعني لو سري ايه عشان تبقى فاهم. اهو. لو سري ايه هتبقى تقول لي كده ان بي تو اسف. ان اس تو ان بي وان. واضح اللعبة خلاص عشان يبقى بتاعهم بسري. طيب عظيم اول. تعال ابقى نكمل بيقولك في تعال نشوف. طيب هو عايز دلوقتي لتو ايه? ايه يا مستر? مالو. اولا انا هي بيقولك الميتال اكس. او الاكس جاز. اتحول لكترين ولوزوان الاكترون. وادي الدلت اتش بتاعته بايه? بفايف هندل. ده ده ادي السكند ايونيزيشن بتنشيل اهو كان بسطي بوان ابزورب انرجي. قرفت من ان هو ابزورب انرجي لان هنا بتاعتها ببزطيب. وانا قلت طالما بوزطيب معناه. طيب هنا دي كمان بص الرقم تقريبا مستر اوان فتقريبا الضبل يعني قريبا من الضبل. حلوة قوي. اقف ليه? مش انت هو كان عندك اه فقد الاول والتاني خلاص كده قريبا هو قريب من مين هتقولي ايه? ايه? ايه يا مستر. وطرام ايه يا ولدي ايه 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 تنشيل مالو. شايف ده? اه يكون اعلى منه بكتير جدا. واضح? يعني ايه شايف الرقم ده? ولايه الجد. ده قل من ده اصنا. وده ابسط من ده بحاجات بسيطة خالص فده بعيد جدا. طب وده اكتر منه بس بص خب بالك عارف ده. لو هيكون الضبل يبقى هو كده كده يعني هيضبل عادي يعني عارف لو هو سيد ده انوازيش عموتينش يعني. وما فيش بريكينج للمورستيبل او الهاي كومبيليتي او الكمبيليتي فيل بتاع اللي هو الامي دي زي ما قلت لك اقول لانا كنت لسه شرحهم لك فبالتالي ممكن يعني ايه طبيعي ان يكون اعلى من دي اعلى من يعني قريب من الضبل. تاهمين? فهايعدل وزيادة. فدي كمان ايه مستر? غلط. ازن انا بقى طرح ما هعمل بريكينج لستيبل مورستيبل اه يبقى في الحالة دي انا بعمل ايه? هتلاقي ان بتاعتها كدير. ابصني هنا كان هنا هنا قريب من فدي منطقية او منطقية بهيدي الاجابة الاصح في النسبة للارقام اللي انت قمد ديهايه. اهمت اللعبة? طيب تعال يلا نشوف سؤالك اللي بعد? صلى على النبي كده عشان صح صح وتركز? علي افضل الصلاة والسلام. ما تكسلش. طيب بيقول لك ايه? بيقول لك الفولونج تيبل مالو. ده معك فرست فايل. واضح? يعني ايه? اول خمسة. تعال نشوف. ادي الفيرست. ادي الفاليو بتاعك. سكن. بص حبيب قلب انت كنت واقف فين? بص هنا ايه كمان? معناها يا ولاد ان هنا ده كان ايه? هتقول لي هنا كان حصل اولا ما حصلش حصل بعد كده انت عملت يا مستر لن بي ست. فاهمت اللعبة مفهومة? حتى بص بعد كده يا ولاد هتلاقي بقى من هنا لهنا عادي او طبعا هي كبيرة بس مش بنفس الفرق اللي ما بين دول. اللي ما بين دول. فاهمت اللعبة? خلاص? وهنا برضو كبير بس مش بنفس الديفرنس. طيب. طبعا انا لو قلت لك ان اس تو. معناها يا مستر ان الاوتر مست بتاعه فيه كم الكترون? هتقول لي صح ولا مس صح? صح. يبقى معناها ايه بقى? هو بيقول لك انا عايز بتاع ال اكس. هقول لك تعالى ادي ال اكس هم دهوني كتاينز. طيب. الكتاين ده كام? مش احنا قلنا الاول التاني يبقى هو بعد كده يبقى او يبقى يبقى يا مستر كتاين هيلوز كام الكترون هتقول لي يلا هنا ايه وان هتبقى معامل براكت ليه لاني الرقمين مختلفين هنا وان هنا ايه يبقى موجودة كم مرة مرة. السي اللي موجودة كم مرة مرة تاني يبقى اللعبة. واضح? يبقى مستر غلط ايه وان هي دي بالزبط يا اولاد الاجابة اللي تدور عليها. يهمنا اللعبة مفهومة الموضوع سهل والبسيط بس انا عارف عشان الموضوع لسه جديد عليك فممكن ما تحضمش يا عبا بس ما تقلقش. الموضوع بسيط جدا مفاضل الله وهتلاقي بعد كده عدي ايه لما نخلص بقى الجلد ديواش هتاخل لها يا اولاد هتلاقي هتحس عدي الموضوع سهل جدا مفاضل الله خلال? سؤالي بعده.الفاليو في الليسيوم ان البوتاسيوم. طب هيالكلamic تعالى. طالع على النبي. على الكل quien سأث怪 بياه. مش احنا يا ولاد قلنا ادي الليسيوم. بعد كده وبوتاسيوم. بعد كده وب algunas ازا. ازا. ازا ازاح لنفس الجروب هنا سي practically هنا Audio هنا هنا سرة السبب. طيب يا ولاد. ما لهم يا مستخدم يا ولاد مشيف نفس الجروب. هتقول لي تعالى طالما هم في نفس الجروب. هو عايز ايه. بيقول لك عايز يبقى تكون اعلى في الليسيوم عن البوتاسفين ده معناها اني وانا ماشي كده في الجروب وانا بتحرك يبقى اللي هتتكلم عليها بيحصل لها يبقى اللي بكلمني عليها يحصل لها ايه هتقول ليه بتقل ليه طالما بتقل يبقى الليسيوم اكبر صح ولا مش صح صح طب تعال نتكلم اول حاجة مالو مش احنا يا ولاد اتكلمنا في الجروب وفي البريود يا مستر اه يبقى وانا ماشي في البريود من يا مستر ايه ادي يا ولاد ايه الكلام يا مستر بصلي هتلاقي هنا مالو ادي هو في الجروب شايف الليسيوم كام واضحة اللعبة ازا هنا في الجروب في البريود يا مستر مع طبعا بعض الايه بعض اللي بتحصل في اللعبة ازا هتبقى الليجابة هنا مستر في هيكون في الليسيوم اعلى من مين اعلى من البريود طيب يلا على سؤال ايه اللي بعد بتقولك بقى طيب مالحى الثيرد بريود تعالى نتكلم عليها لاؤول ونشوفها في القومة ايه ادي يا مستر البريود التالتة او الثيرد بريود تأتي بالأمي إيه سوديوم هذا الام جي هذا الالومنو هنا طبعا 11 12 13 بعد الالومنو المسطر عند الـ SI 014 بعد كده الفوسفور 16 سلفور 16 CL كولورين 17 أخير حاجة الأرجون إيك طيب هي الكصة المسطر تاعت الالكترون آثنتي احنا عارفين طبعا يولاد أنها في الـ الـ الالكترون يحصل بس بس في فيها يبقى الابنورماليتي تعال نفكرك اولا قلنا لو الاس يا مستر ايكوال كان ايكوال تو لو البي يا مستر ايكوال سري لو البي ايكوال سيكس دي يا ولاد الكيزز او الحالات اللي فيها بيكون في النمبر وفي الالكترون دي بت يبقى فيها في الالكترون بمعنى تعال كده نعمل اول حاجة يا مستر هنلاقي عندنا ان الام جي هينتهي بايه هينتهي يا مستر ادي النيون بعد كده سري ايس تو فادي ايس تو صح ولا مس صح صح فاي اللي بيحصل مفروض وهي بتزيد كده يا مستر نيجي عند الام جي هنلاقي هنا هي بالديكريز يبا هي كانت السوديوم زيادة بعد كده تيجي عند الام جي ايه يا مستر هتقول لي بتقل يبقى بص السوديوم كان ايه يا مستر كان زياد بعد كده حصل ايه او السوديوم بعد كده قلت عند الايه عند المجنيس طيب نيجي بعد كده يا مستر نفس الكلام يا مستر لو جيها عند الفوسفرس. ما قاله الفوسفرس تعالى نعمل هتقول لي هو معناها هنا طبعا وان تو هنا سري سري بي سري صح ولا ما صح صح مش ده كده اه طب لو عمل لالالكترون ايه اللي هيحصله هتقول ليه بقى ليس لذلك هنا بيحصل ايه الالكترون اقفنت يا مستر بيدي كريزي بيجي عند طيب اخر حاجة مستر مين عند الارجل نفس الكلام هيكون ايه هيكون خلاص كده مور فلو جميين اليكترون تانية هيكون اقل ايه اقل فالالكترون اقفنت بتاع تبقى خلاص لذلك هل انت ماشي سابت ولا بعد كده قمت اللعبة يا بقى ايه القصة يمستر اه من بقى انه شكل من دول هل الشكل ده لأ هل الشكل السابت ده لأ بص هنا اليكترون امفنتي طبعا مع الا الطوميك شاب العض nieme umber بص fic' مع الاتوميك نومبر اللي بيحصل الالكترون افينيتي. اهمت القصة. خلاص? طيب. طيب هي دي يا مستر الايجابة. طب تعالنا نتأكد اهو. هادي يا ولادة هي تلرسمة يا مستر. شايف طبعا الالكترون افينيتي هي بنعمل بيجين خلاص? في بتاعته اللي يعني دي اسف بقى مش يعني دي معناه ان هي خلاص? واضح? فهنا بص بتاعت ايه? شفت بتاعت الامجي. بص بعد كده. هتلاقي خلاص? بعد كده مستر الارجون وهكذا. واضحة كده الفكرة. نفس الكلام هنا يا ولاد في الحالات اللي قلنا عليهم بيقول لك هو ان بتاعت التريليم نايتروجيني. ليه? عشان هتلاقي هنا مالو بص هنا خلاص نفس اللي بنتكلم عليها بالزبط. واضحة لها بقى يا ولاد مخهومة لكده بالنسبة ليه السؤال. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه? طب هو اصلا خلينا ان الاول نفتكر يا مستر اللي بيحصل لها تقول لي كده في البيريود يا مستر بيحصل لها وانا ماشي في البيريود وفي الجروب كده يا يا مستر واضح كده بقى كده كده بس طبعا زي ما انتم فاكرين ان احنا قلنا هنا في ايه هي كان عندنا يا مستر في هنا كان ادي الفولورين والكولورين وادي طبعا الاكسوجين والسالفر طيب هو كده كده هم يدور اللي هو اجابهم لك لان انا قلت لك معظم الاسئلة طبعا اجيبها لك في الاب نورمالي واضح كده طيب ليه الكلام لان هو ده اللي بيشاز الباقي كله طبيعي معروف يعني لما قلت كده بيانكريز فانت عارف ان كده بيانكريز طيب العقل والمنطج بيقول لك ايه هتقول لي يا مستر ده معناه اني وانا ماشي كده بتزيد وانا نزل كده بتقل بس احنا بنلاقي ايه بنلاقي ان الكولورين اعلى في الالكترون من الفولورين يعني الكولورين اعلى من الفولورين ايه مستر والسالفر اعلى من مين واعلى من الاكسوجين خلاص طيب تعالي بقى هو عايزي عايز بتاعه طب هعملها ازاي الاول تعالي نعرف احنا لو جيت وزعت انت لو جيت وزعت الاكسوجين ايه تم сказать وده ماين وده سايميين بيديك من ليه عشان حركة تعمل كده لما قلت لي كده وان اس two two as two's two بي كانت يبقي هنا two يبقي هنا في الجروب سكس ايه مين اللي في السكس ايه اللي هو الاكسوجين انا بوزع ده الاكسوجين او ايه يبقي هنا سكس ايه خلاصBC طيب ده الاكسوجين يبقى ده في البرود التانية الجروب ايه? الجروب الساتة. حلو قوي. طب لو جيت توزع الاكسوجين هيبقى تحته مين يا مستر تحته السالفر. وزع السالفر هتقول لي وان ايس تو. تو ايس تو. تو بي كام سيكس. سري ايس تو. سري بي كام وقف. مش هنا فرقة. اه لازم هتلاقي ده سري بي فور. وبالزبط كده سيكستين. بقى هو بص بقى ادي اكسوجين. بعد ايه? بعد ايه السالفر. طب بعد الاكسوجين في الفولورين. ما هنا ايه اتناين? وبعد السالفر. السالفر ايه اولاد? مش السالفر سيكستين. يبقى ايه سيمينتين. كده بقى انت ماشي في البرود. يبقى نفس الترتيب اللي قولته لك هنا اهو. طب ايه شاهد بقى? هو عايزت تعمله في الالكترون افينك. هيبقى عامل ازاي يا مستر? احنا عندنا ان الفولورين بتاع الصغير جدا. مش ده اصغر اتومك اه فدلوقتي لما تيجي يعمل له جين لالكترون. اللي حصل بقى بي زحمة الكتير ايفا. ايه? يحصل ايه؟ بيزيد يا مستر. فيحصل ايه بيزيد. وبالتالي ان هو الجين الكترون بيكون صعب. انما مين بيكون اسهل منه في الجين الكترون? الكولورين? مش معنى? ما الاتواميك بوديو متاعه اجد. ليه? ماهو ده في اللي باعدها يا مستر. يعني لو ده في التريو 티ت التانية ده في البرود التالت. واضح الكلام. طب اما ده في البرود التالت. في الاتوميك ريديوس كبير. وطالما تدوم الكريديس كتير بقى اسهل ان هو عمله جينج الالكترون مفهومة كده يا بلاد لذلك هنا فيه ابنورمالتي الابنورمالتي ان احنا اتفقنا وانا نازل في الجروب مفروض الالكترون افتنيتي بل بصت لقيت في الكولورين ايه زاد طيب مين اعلى الالكترون افتنيتي السي ال طب هو اعلى من مين اعلى من الفولورين طب مين يا مستر اللي اللي بعده هتقول لي ما انا عندي كده كده خلاص انت قوتولي السالفر السالفر اعلى من اعلى من يبقى بعد لاو كده السالفر بعد كده الاكسر واضح ليه القاعدة الطبيعية ان انت عندك دلوقتي هنا في البروت ده ازيد طب ما ده ازيد من ده بما ان ان ده ازيد من ده خلاص كيبه ده الاول ده التاني طب بعد كده هتلاقي بعد كده السالفر بعد كده الاكسر ليه احنا عارفين ان احنا لو انت ماشي كده بيزيد يبقى ده اقل واضح طب عشان تقتنع بالسؤال اكتر لو لفت معك شوية وحسب ان الامور مش واضحة اهو بص لو بصيت هنا على الالكترون افينيتي ركز معي عشان تفهمه كويس سيبك من البازاتيف والنيجاتيف بازاتيف ده معناه اندو سيرميك نيجاتيف اكزو شيرميك انما الفاليو هنا كام فين يا مستر الاكسوجين وان هندرد ايه فورتي وان بص السيليكون كامت واحدرد مع اني بص هنا بيقولك ايه بيدي كريز بيقل وانت نازل فمفروض الرقم ده يكون اقل من ده طب ليه ده زاد عشان هنا فيه افنورماليك ايش معنى نفس الخصة اللي بتقليمك فيها بالضبط ان الجين هنا اسهل من الاكسوجين وهنا الجين في الكلورين اسهل من بص هنا كان بقى سيري هاندرد فورتي ناين سيري هاندرد تويني ايه تبقى ده اكبر ثم ده ثم السالفر ثم مين الاكسوجين يارب تكون واضح طيب يلا بينا على السؤال اللي بعد وتعالى نشوف بيقولك ايه احنا دي خلصناه خلاص بيقولك بقى اه يبقى دي انهي اختيار يا مستر انهي اختيار بقى قولنا بقى الكولورين او تعالى الاول نجاوب دي عشان نجاوبها يبقى مستر كولورين سالفر اكسوجين هيكون ييه هو طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعدو يقولك الكولورين الكولورين بيكون ايه معناه انه هو هيجين ترا ما هيجين يبقى الكترون ايه? الكترون افنكم. لا يزبي يعني الكولورين بيكون نيجاتيف ايه عكس الصوديوم ليه? اقوله عشان الكولورين بدأ ايه? القصة بتاعته? تعال نشوف. بيقول لك ليه بقى? بيقول لك رقم واحد. كولورين ازا اجاز. واي للسوديوم ازا سوديوم ازا سولد? بقول لك تعالى. كولورين معناه ان هو بيجين الكترون. بتحول لايه? طب السوديوم السوديوم ده بيجين انرجي عشان يحصل له ويتحول للكاتين. يبقى هنا هنا انت بتكلمني على الالكترون افني. انت اللعبة? طيب ركز معي بقى. هل الكولورين بيكون لا يشبه السوديوم عشان الكولورين جاز والسوديوم سلد? لأ طبعا. ما لهاش علاقة. ايش معنى? هي هل يا ولادي ليه علاقة ان ده جاز وان ده سلد? لا طبعا ما لهاش علاقة بيه يا مستر ليه علاقة بالالكترون افني. ليه علاقة بيه بقى? خلاص? يبقى دي يا مستر غالط. طب. هل بتاع الكولورين? ده الكولورين بتاعه اكبر ده السوديوم في الجروب وان اي. والكولورين في الجروب والحاجات اللي قلت لك يحفظها. طب وانت ماشي كده بيحصل بتقول لي دي يبقى من اكبر حجم السوديوم? من اقل حجم الكولورين? يبقى هل معنى عشان بتاع الكولورين لارجر? لا ده هو سمولر مش لدي. طب هل بتاعت الكولورين لارجر زين السوديوم اه طبعا. الالكترون افنيتي احنا قلنا بيحصل لها ايه في الجروب? في البيريود يا مستر قلت لي بتانكريز. خلاص? يبقى انت ماشي كده بتانكريز. يبقى ده اقل وده اكبر. خلاص? يبقى دي صح اه دي صح. طب هل الكولورين مر متالك دان السوديوم متالك ايه ده? السوديوم متالك طبعا. الكولورين دان ميتر. طبعا الاجابة دي كمان ايه? الاجابة دي كمان غلط. واضح اللعبة. وكمان يا ورد يعني هو هل هل هيكون ليه علاقة بالجاز والسولد? لأ طبعا احنا قلنا كده علاقة بايه? بمعنى كل ما قال حصل ايه للزي افكت حصل ايه يا مستر كل ما حصل ايه للزي افكت مش قلنا زي افكت يا مستر كل ما يزيد كل ما اه يبقى اللوزينج اسهل ولا مش اسهل اسهل في اللعبة وهكزا ده كده بالنسبة لي السؤال نمبر ايه? يلا بيناع لتونين ايه? طيب. هنا بقى بص. زي ما بيقول لك هنا عندك خب بالك في الاختيارات طبعا من فيهم يعني المحتمل تعالى هنا هنا معناها انت بس بيسألك على ثلاث حاجات. خلاص? طيب ركز معي بقى عشان الاسئلة ديك من الاسئلة اللي ممكن تاخد وقت. ليه? هتحتاج تعمل الالكترونيك آآ عشان تعرف مكان وخين. فاني ترد اني جروب عشان بناعنا عليه تبقى فاهم انت الشغال ازاي? طب لو جينا الالكترون افينيتي لسه حالينا عليها من شوية صح? صح. وهنا الاكسجين فلورين هل الالكترون افينيتي اقل من الفلورين ولا الالكترون اكبر من الفلورين مش قلنا هنا فيه هتقول لي يا يا مستر لسه بقى بنكلمين عليها من شوية في السؤال خلاص? لذلك المعلومة دي غلط. ليه غلط? لان مفروض الكولورين زيان الفلورين. يبقى كده الترتيب صح كولورين كولورين اوكس. وشان كده انت زي الفل امورك تماما. طيب. فازن دي غلط. طب تعالي هنا بقى مالو. ايه القصة بتاعة اللي هو يا مستر بيلوز الالكترون? طيب. احنا اتكلمنا على ان كده في الكريود بيحصل له ايه? بيحصل له طب وفي الجروب يا مستر بي دي كريز. حصل ولا ما حصلش حصل. طب يلا نطبق. يلا. يبقى انا دلوقتي عايز اجر ارتبهم بص. تولف ثيرتين. تولف ثيرتين وارا بعد صح? او يبقى هنا تقول لي ام جي تولف بعد كده. ايه ال ثيرتين. كده يبقى انا كده ايه? مين فيهم يا مستر اه اعلى. اعلى. مش احنا قلنا واحنا ماشيين كده. في خلاص? يبقى مين اعلى? طب خب بالك بقى ايه? هو بيقول لك ايه دلوقتي? بص الالومنوم. بعد كده البوتاسيوم اللي هو طب نوزع كده البوتاسيوم مفروض ما كانه فين بالزبط. هتقول لي يا مستر خب بالك بتاسيوم مينتين. لو جينا نوزع ستو 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 كده كم? طب يبقى ده في البرويد الرابعة. خلاص? هتقول لي خب بالك ده في الجروب الوان ايه. ايه ما انا عندي ايه اهو? وعندي ده الجروب ايه? وده الجروب سري ايه. يبقى دول السري جروبس. الاولاني التانيين دول في ايه باريود في السير دي باريود وكده الفورس باريود. يبقى لو ركبناهم ادل ام جي. ايه ال? وتحت هنا في اول جروب هنا الكي. طب هو عايز ايه? عايز ايه? طب الايونيزيشن بوتينشيل. بتاع مين فيهم اكبر واحد? هتقول لي يا مستر بتاع الالومنوم اكبر واحد? طبعا بقى حضرتك هتقول لي خلاص بقى كده يا مستر مترتبة ايه? مترتبة مزبوط. لا. ليه? تعالى وزع ده. وزع لي ده. هتقول لي بعد. خب بالك ده مش سهل يلوز الالكترون? اه. طب وده? لا يا مستر ده ايه? ده ادي الاس اهو فيها كم الالكترون? ده اولا مش ازن مين بتاعها هيكون اعلى. في الحالة دي هتقول لي ان الام جي هيكون اعلى من الالومنوم والالومنوم اقل. يبقى هنا في ابنورماليتي ولا ما فيش ابنورماليتي في ابنورماليتي ازن هيبقى الالومنوم اعلى واحد? لأ. مين مفروض الام جي? يبقى الغلطة هنا فين? ان الام جي مستر تويل مفروض يكون هو الاول بعد كده الالومنوم بعد كده الانتين بتحسنين من احنا النزلين كده عادي وان اصا هيلوس برضو بمطالبه صفحة. فهمت اللعبة? لزلك انا قلت لك عشان ما يدحكش عليك. خلاص كده? ازن دي هتبقى مزبوضة? برضو لا. ونتعرفت الغلطة بتاعتها فيه. خلاص? عايز تتأكد لو رجعت الارقام هتلاقي 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 ان الرقم بتاع اعلى من الرقم بتاع الامجي اعلى من الرقم بتاع الامجي. سريعا يلا عشان ايه? يكون واضح معيك بص يا ابن الرقم هنا كان. بص الرقم هنا كان. عرفت السبب? طيب نرجع تاني. يلا يا مستر نرجع معي. نكمل اللي بعد. ايه اللي بعد? بيقول لي. طب تعالة احنا عافين بيحصل له ايه كده. هتقول لي في كده. وانا ماشي كده بيدي كريز وانا نازل كده بيدي كريز. حصل او انا ما حصلش? حصل. طب يلا نطبق. طيب انا عندي دلوقتي يا مستر هنا فورتين فيفتين صح? ايه بعتقول لي كده. ودي هنا فورتين فيفتين. فكده اللي بيحصل اتوم كريدي يبقى مين اكبر لحد الوقت السيليكون. خلاص? يبقى السيليكون كبير. بس عايزين يا رب بقى هل السيليكون اكبر ولا يبقى? يبقى وزع ادي يا مصدر الارجينيك. هتقول لي الان ارتجاز القريب ارجون اتين. كده ثيرتي. بعد كده احنا قلنا بنبتدي فور اس. ننتهي فور بي. بقى الفور بي كام يا مصدر. هنا يا ولد تو وتين ثيرتي. بقى هنا سري. خب بالك. سري وتو كام فايف. يبقى ده في الجروب فايف. ايه? شمعنا ما هو خلاص كده يبقى فايف ايه. طيب فايف ايه. مين في دول فايف ايه? لو جينا نوزع هللاقيه الاستاذ المحترم ده? اللي هو مين? وزع كده الففتين. هتقول لي ادي النيون. سري اس سري بي كام سري اهو ففتين ولا مش ففتين? هتقول لي ففتين. بس ده انهي انهي بريود دي التالتة. طب وده الرابعة. يبقى لو جت راتبه ما هتعمل كده. ادي السليكون. يبقى السليكون فورتين. فوسفورس ايه? اه ففتين تيجي بعد الفوسفورس تقول لي. طيب احنا عارفين ان احنا نزللين كده بحصل له ايه? هتقول لي وحنا نزللين كده يبقى يبقى مين اكبر ااتوميك حاجة لاني انت نازل كده بيزيد يبقى ده ازيد من ده. يعني ده قليل بيزيد اكتر بيزيد اكتر بيزيد امين حاجة كده. معلش انا عارف ان الحاجات دي بتطلق بك كتير قوي في الاول. خلاص يبقى ازا مفروض يكون اول واحد. بديه كمان غلط يبقى هادي الجهاز صح. طب ما نتأكد يلا نتأكد هنا بقول لك ايه? كلهم ايونز. اه ده مالو. كلهم بيلوز. وطالما بيلوز خلاص يبقى القصة كلها اصنايا مش كاتب لك مثلا باستف ونيجاتيب. هتقول لي في واحد بيقل اكتر واحد بيزيد اكتر. لأ هم كلهم بيقلوا. يبقى ترتيبهم هنا تولد. ناينتين وتويني. طيب عامل لي كده ادل ام جي. ده هينتهي بايه? هينتهي بسري اس تو. خلاص? يبقى ده الجروب التاني اللي هي الجروب تو ايه? وهنا سري. خلاص? طيب بعد كده يا مستر ده لو جيت توزعه هتليه بينتهي كده. ايه هو بتقول لي كده ادي ارجون. يبقى خب عليك هنا سريس اس تو يبقى بص يبقى انت عندك دلوقتي كده تحت الكالسيوم. واضح? واضح. طب والك يا مستر هتلاقي كده ادي الكي ناينتين لان ده ازن ايه القصة? القصة في مش وانا نازل كده اه طب وانا ماشي كده في خلاص? طيب هتقول لي ده ايونيك ما انا بقول لك كلهم بقى يعني كلهم هيقول لك نفس الواضح? يبقى ايه الكلام? هتقول لي خبارك بقى انت عندك الام جي. وعندك كده الام جي اقل لهم حجم. وانت عايز مين? هو عايز اه الام جي اقل. طب ومين اكبر حاجة في الاتوميك ريديوس مش احنا وحنا نازلين كده بيزيد وكده بيقل يبقى بيبقى البوتاسيوم يبقى الام جي اقل واحد والبوتاسيوم اكبر واحد والكالسيوم في النص مزبوطة. يبقى ادي هو الام جي. ادي البوتاسيوم. ادي الكالسيوم. البوتاسيوم اكبر واحد بزبط ام جي كبير شوية بس واحدة واحدة تلقى الامور بسيطة ان شاء الله طيب يلا الاول سؤال طيب بيقول لك بقى في الامر ايضا جائن كيميكال بريد يبقى انا ماشي في البرئيود حلو أول حاجة طالما هيجيني حاجة تانية بيقول لي هائر ايوة يا مستر ايش من ان احنا قلنا في البرئيود الاوليكترون نيجاتيفي بيحصل لها ايه طيب الحاجة التالتة خلاص بحنا هيدي الإجابة بس تعني نتأكد لا طبعا مش ده بيبقى هاير ليه احنا اتفقنا في الالكترون والالكترون يا مستر فادي كمان غلط طب هل ان هو لما بيجين بيكون بالعكس ده الجين يا مستر بيكون ايه بقى هو بيقولك دلوقتي ايه ان الالكترون بيجين الالكترون خلاص ده الكاركترايز لا يا مستر اللي هيجين احنا قلنا طالما اللي بيحصل اللوزينج بيكون اسهل اللوزينج بيكون ايه بيكون اسهل فطبعا الكلام ده هيكون ايه هيكون غلط يلا السؤال اللي بعض بيقولك هنا ايه بقى طيب ايه بقى يا مستر احنا عارفين هنا دي كريز حلو الكلام حلو يلا رتب عندك ايه كربون نايتروجين سيليكون فوسفرس يبقى انا عندي كده سي سيكس ناقص لك دول هنا سي سيكس يا اولاد هينتهي بتو وهنا خلاص طب يبقى هنا نفس الكلام ديك طبعا البريود التاني يبقى اللي بعضهم دول اكيد البريود التالتة بس انت محتاج تعرف يبقى هنا هيبقى كام هتقول للمستر بعد ان يونتل سي ري اس سي ري بي كام من الفورتين تو يبقى هنا سي ري بي تو اه يبقى سي ري بي تو يبقى كاربون تحتו وهنا شكرا وكده عارفنا التركيب بتاعه يبقى كده friendship ترتيب طب احنا كده بيزيد خلاص وكده بيقل آآ كده خلاص يبقى يبقى مين اقل واحد فيهم يا اولاد هتقول لي خب بالك مش القادة ان انت كده بيتزيد اه يبقى ده اقل واحد فيهم أنا كده بقى القده بيقل وكده بيزيد يبقى ده اقل واحد فيهم خلاص يبقى سيليكون مين بعد سيليكون هتقول لي ما انت كده يقبل يحصل يا حبيبي مش ده الالتالتة? اه طب مين اقل واحد فيه? ما انت بتقول لنا كده? ده اقل. فانا نازل ده اقل من ده. وده اقل من ده. طب مين في دول اقل من التاني? هتقول لسيليكون? ماله? اصغر واحد خالص. بعدين الفوسفروس. مين اكبر منه? الكربون. مين اكبر منه? النايتروجين. يبقى السيليكون فوسفروس كربون نيتروجين فين الترتيب ده? لا. ايوه هو ده يبقى هي دي الاجابة لايه? يبقى هي دي الاجابة الصحيحة. في هنت اللعبة? خلاص? يلا بينا على اخر سؤالين في اسئلة التشوز. تعال ان بص مع بعض. السؤال ده بيقول لك ايه? بيقول لك ايه? يعني يا مستر يعني بتاعته عالية. الخلاص احنا ده يا مستر تعالى ابص عليه الايه هنا بيقول لي ايه? يعني احنا خلاص يعني علي ايه بالأحنا ده حتى تعالى هيبص عالى الايكترو نيكات miserable ومديك بيه five. اوte الوميوم وترتيب DJL5dfin ال اوت قال ل الاو ê став الالوميوم ال السيليكون قالوا السيليكون طيب. يصل لي على الهنا ده عند كم ده عند الberYNонов. هؤلاء يا مستر. عالك السيليوي لصي ده اقل واحد مين اعلى واحد فيه اميستر اعلى واحد فيه الارقام اللي انت مدحاني اللي هو عند الايه تيبقى او تمانية بقى انت عايز الايه يبقى اعلى الايجابة بتاعتك خلاص بقى انت بتختار اعلى الايجابة طيب اخر سؤال عندنا في بيقول لك بيوضح لي بتاعت الاتوميك رادي وفي الفور المنت لكيتد ان ده السيم جروب طيب دي نتركبهم كده مستدخل واوي طيب دي ده الاتوميك ايه يعني ده الاتوميك ظلي طيب انا نازل في الجروب بيحصل الاتوميك ظلي طيب يolla رتب مين اقل واحد واون بوينت انايه لأ قاسف واون بوينت ساكس اهو يبقى واون بوينت ساكس سيفن يبقى ده السيم طيب مين اا اكبر منه اقول لوا قول لوا مين ايه يلا مين اكبر منه هنا تو بوينت فور س deuبل باتقول له فور خلاص ولوا مين مين لanting مين البعدو لوا مين لدReal حلو قوي هتقول لي لي مش بتكتب الأرقام حبيبي خلاص احنا رتبنا احنا هو بيديك ده عشان ترتب الانتراص واضح؟ طيب ركز معي بقى يبقى ده C A B D عظيم جدا تعال نشوف أول حاجة بقولك وتشوفه ونكتشوز إذ كوريكت كوريكت بيقولك الالكترون نيجاتيفتي الالكترون نيجاتيفتي الالكترون نيجاتيفتي الالكترون نيجاتيفتي الالكترون نيجاتيفتي زيها surge realization الضم طيب وده معناهم بيقولي ان sera بي؟ لأ مش احنا وإحنا هنا احنا نزدين كده بتقل وإحنا نزدين كده بيتقل يعني بتقل يعني ده كبير خلاص فعلي كده بدا أقل منه يعني ده كبير ده أقل منه ده أقل منه ده أقل الحاجة خلاص فهو بيقول لي ان الاي? لا الاخبيرة خلاص بدي غلط. طب الدي فين الدي اهي ده اقل حاجة خالص. هل هير زاني سي لسي اكبر حاجة خالص برضو غلط. الالكترو بتاع السي اقل من الايه فين السي اهو? هل السي اقل من الايه? لا ده الاي اقل من السي بدي غلط. طب للبي اهو. مالو زات اقل في الدي فين الدي يا مستر اهو? البي هاير زاني دي اي ويبه هي دي الاجابة صحيحة. وهنقض في الفيديو ده عند الاسئلة بتاعت الان شاء الله هنزرها لك فيديو تاني. شكرا لمشاهدة.